اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اختار شكل من الاشكال مثلا هختار هاي الزر اوكي رح اكبرها زي هيك رح اسوي هون مثلا for more information click here طيب هلا حاليا هاي الكل لو سويت click الفاضي فلازم يكون في عندي اكشن بروح هلا على هون اللي هي في عندي هاد المربع اللي هو اسمه بجيبه وبحطه هون يكون نفس شايفين هين المربع فهاد المربع بجيبه زي هيك وبحطه وين على كل اللاوتز اوكي فايجي بيجي فوقي ازا لازم يكون فوقي كلام جميل جدا هلا حاليا بكبس على هاد المربع بروح على وين على بجيبه 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 هون خصائص ايش خصائص هاي اول اوبشن بوز القرار شو اللي بدك هل حابب انت تكبس هون او لا حلو فدائما نخليها هاي ايش حلو طيب هلا انا لما اكبس على الهوتسبوت هاي اوكي في عندي عدة اوبشنز اول واحدة منسميها يعني اول ما اكبس بوديني على يوريل معين فانا هلا ممكن هون احط اللي بديها فحط هلا ايش حلو طيب هاي الاوبشن الاول فالاوبشن التاني اني انا اسوي له جنب على ماركر معين مش في عندي هون ماركر فممكن اول ميكبس هون ينتقل مباشرة على ماركر معين او اني انا اولا تايم معين اختار هون الدقايق والثواني والفريم او ان اقول له بس كليك تو كنتينيو يعني يعني على الفاضي مغير اي اش فانا هاختار الخيار الاول فين اسوي تست يعني اي خيار من هدول بختار هم بسوي تست مثلا لو سويت هلأ شو حيسوي هيفتح براوزر يفتح لأوراكل دوت كوم انه عشان اعرف انه هذا شغال او لا حلو طيب هلأ بروح الفايل وبقول له اذا نذكر ايم تحيطلع معاي هاي المسيج على دقيقة تسعة واربين فهلأ هروح اشير اسوي لازم اختار ايش mp4 with smart player لانه خاصية ايش خاصية الهوت سبوت فقط بتشتغل على smart player برجع بكرر مرة تانية فيك انت تستوي عادي غير مشكلة بس عالفاضي ما رح لما يضغط الطالب على الفيديو ما رح تطلع فلازم يكون مع خاصية smart player اوكي فهروح اختار هذا الابشن هو smart player up to 1080 وحقول له next هطلع لي message لانه انا ارد عام في الفيديو وحقول له next بعدين رح سيف هون على finish رح طلي لي هاي المسيج بقول له انه هاي فيها features كتير بقول له ماشي بقول له yes بروح على desktop رح استنى طبعا هذا الفايل شو هيحتوي هيحتوي على mp4 وال html وال skins وال script هيحتوي على كل اشي اذا بكذا المرة ثانية هاي الخاصية فقط ل smart player بنستنى الفيديو عين ما يخلص بعدين بس يخلص رح يفتح معاي ال page تبعة html خلص ممتاز طلع لي message طلع منشغل الفيديو hello everybody هلا منحرك لا مثلا لا هون اوكي لنشغل records in database we use delete to remove records from database and regarding merge it is a mix between insert and update and we will talk about it شايف الفيديو وقف لحاله طلع لي هاي message for more information click here الطالب وده على موقع وراكل ممتاز جدا بعدين برجع الطالب بكم لازم بدو الفيديو اذا ها هي موضوع الانتر active ورد سبوت فبدياك نرجع مرة تاني الى هون بقول finish بدياك تجرب كل هدول لحالك الموضوع جدا بسيط جربها هتلاقي الموضوع جدا سهل وسخيف اذا وبهذا اليوم يقود غنهينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته